اشتركوا في القناة 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 السياسي صارت أزمة كبيرة الأزمة هذه من بعد انفرجت بالانتقال وتنظيم الانتخابات وخرجنا على أساس ماشيين في مرحلة جديدة مرحلة استقرار ومرحلة تصورات ومرحلة بناء ومرحلة إصلاحات وهذا تم بعقد ما بين الأغلبية التي انتخبها الشعب والشعب اليوم شفتنا متواضعين حتى في النقد ما نحبوشي نزايده على العباد نحترمه قاعدنا في واجب التحفظ لكن اليوم هناك ما بين الوعود وما بين الوضعية الحقيقية اليوم هناك انزلاق انزلاق اجتماعي انزلاق اقتصادي الأمن من ناحية مقاومة الإرهاب الحمد لله فتحنا صفحة وتكملت بفضل أجهزتنا اليوم الأمنية والجيش وتعاون أجهزت الدولة القدمنا اليوم هناك تشكيات من ناحية الأمن من ناحية الإجراء يعني نزلنا نرده بأنا عنها مع التراكمات الاجتماعية هذه انزلاق هذا الاجتماعي منزلناك زادا نمشيه في زاوية أخرى اتنشعوا لها النقطة هذه سي مهدي انت استخدمت عبارة للتحافظ خلينا نشوفوا اللي في العادة ما عادة صحة ليهم دابرينها ما عندهم شواجب التحافظ حسين صوى هذه هم مش بش نسميها نسيسيوم عاسل مهدي ولكن قدم بصفة عامة ظروف نشأة نشأت ولم يلدها الحزب هذا نحتاج إلى بناء يكون يعتمد على رؤية شاملة فيها المنحة شو موليد فقل أيهو قبل انشاء الحزب سي المهدي جمعة كوانا رصيد الرصيد كان إثرى قيادته للحكومة اللي كانت لقادة المرحلة الانتقالية وسي المهدي جمعة هو اسم ظهر بعد مشاورات عسيرة وقتها كسمعنا وقتها سي المهدي جمعة كانوزير وسمعنا بالاسم أنه تم اختيار على أساس أن رئيس حكومة لكل نجرين نلوجه على السيفي ونلوجه شكوان سي المهدي جمعة وكيفاش تم التوافق عليه المهم بأنه صار التوافق ومن بعد التوافق قضية قادة سي المهدي جمعة مرحلة الانتقالية بكل صراحة وموضوعية بنجاح أدت إلى انتخابات هو شوف نفهم ماش حاجة أو أي حاجة تحب تعملها باش كون صعيبة وهنا وين أنا باش نجم نقيم أدائك على ضوء أشصار معناها العملية الصعب ما هيش عملية صعيبة بعد قدر ما هي عملية تستاهل ناس قادرين على القيادة اللي هي أزمة ومشكلة كبيرة احنا عنا تو تونك من بعد صارت المرحلة الانتقالية خرج سي المهدي جمعة من الحكومة وسلم السلطة بسلاسة اللي هي زادة حاجة تحسب له من بعد جت مرحلة مس معناش به سي المهدي جمعة حتى لين ظهر حزب البديل المواطن في قفصة وفي الحوض المنجمي وفي كل ولاية قفصة يحب يعرف يا هل ترى شنو الحزب البديل يا هل ترى هو حزب يساري هو حزب اجتماعي شنية برامجة الاقتصادية يا هل ترى هو حزب لبيرالي رأسمالي معناها كيفش بش تكون برامجة الاقتصادية شنية رؤية سي المهدي جمعة ومن خلاله حزب البديل التونسي اللي واقع الجهة شنو معناها في صورة ما صار نهار وليورينا حزب البديل في البرلمان وإلا في البلديات شنية رؤيتكم للمنطقة وللحوض المنجمي شكرا هم كثير من الأسألة ممكن نبدالك على حكاية معناها شنو اللي عملت بعد كل موضوع أنا عندي عائلة أبوة عائلة رجعت تلهيت بعائلتي والشي اللي عملته قبل تكوين الحزب ما كناش يناوين أناها ممكنش فهم قرار عن تتكوين الحزب عملت كثينك ثانك يعني مركز الدراسات اللي هو تونس البدائل وجمعنا فيه تقريب 150 كفاءة لأنني قلت هات انساهم ما نحجناش بالأحزاب كالأحزاب هات انساهم بالمحتواء المحتواء وعملنا دراسات في جميع المال وكنا شاركنا فيها بعض الجهات الدورة اللي عملتها في تونس عملتها تونس البدائل ومبعدها يعني برش عبادي يقول لك مش تقول دراسات على الرفوف قدمت انتي دراسات في إطار التسليم قدمنا دراسات استراتيجية في كل القطاعات وفي كل الجهات يقول لك ما تنفذت شي يجبك تدخل في المحترك السياسي وشفت الأمور بدت تتأزم واحنا مجموعة 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 من العبادي لمكانوشي بفرضي هم موجودين يعني في العمل الحزبي قررنا بش ندخل المحترك لأنه لازم نعطيوه إطار ولكن الكل نفس البنية نبنيوه على معرفتنا ودرايتنا بتحمل السلطة بدرايتنا من الداخل شنو لازم لأمور بدرايتنا عن الكفاءات شوف أنا نقول لكم قبل كل شير والعباد أنا شفت يعني جات موجة تقول لك لا مش كفاءات طوى متاع سياسيين ما نعرشلو ما نهن السياسيين السياسيين تعبيع الكلام وعارك ومعروف ما واشه ذاك يلزم الكفاءات تبنيها كان بالكفاءات نحبه بالحق ناخذ الكفاءات الكفاءات كل شيره كفاءات تكون فيها كفاءات تقنية كناء كفاءات سياسية كفاءات تنظيمية الكفاءات المنهجية يعني احنا توا في عالم معقد وعالم منظم بش نجم تنجح يلزم تلم كل الكفاءات هذا فيما يخص شنو الرؤية متاعنا الرؤية قبل كل شي فما هكا الدراية احنا تقريب ناخده حتى على مستوى المنطقة شنو رحبيننا نعمل اول حاجة هات ناخده معناها جمعنا متاع المنطقة عنا التصور متاعنا انا يصنب المنطقة تقفصة فما ثلاثة محاور معناها كل شي تبنعها ثلاثة محاور ذيك فما وحور الصناعي محور فلاحي ومحور صحي اللي هو مهم وكانت تذكروش في 2014 عملنا عنها عارفين مناش نحلو مشاكل الكل 2014 كانت عنا من مقاومة الاضهاب الانتفابات لا 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 ولكن في الجهات بشتن النجم انا تنجم تلوم عليها تقولوا ليش بيك ما جيتش نقفصة وممشيتش للكاف وممشيتش لا ما تنجمش تعمل هذا الكل ولكن كل زير كلفته بجهته ومشنو نخذينا خذينا ثلاثة محاور ذي اخذينا في الصحي اعملنا تفاوضنا مع سلطات الفرنسية لتحويل القروض الى مجروع مستشفى وحابين قبل ما نخرج معناها ندفعو لأنه بعد مراحل نعرف اللي بعد تعطلت لامور نرجع هذو من ثلاثة محاور مهمين الفلاحة تشوف ما شاء الله خيرات توقف تدخل من قفصة الشمالية واحد يعني خيرات تعرف انتم لانا نمجيها فيها في هالزيتون وفي هالزيت على زيت قفصة نقوله يداوي هنا هالكاليتم تظهر هاذاك تعملوا الفالوريزاسيون وتعملوا تتلاشان هالزيتون حتى في غفصة الجنوبية معناها مناطق الجهات الجنوبية فيها تثمين الصناعي شوف التجربة متاعنا وتجربة المغرب في الفوسفات احنا اليوم معناها كيف تجي تشوف بالتدرج مثال انساني حاسب نفسه تشوف معناها في السنوات الخمسين والستين كيفاش كانت بعض المناطق ومتطورة حتى برابور الواحد ونصلنا بها الحالة الهنى وتشوف المغرب كيفاش كان وكيفاش أنا مشيت المغرب وزرط يعني حتى المواد متعتيه كادغ يشوف اللي كيف يدور في شارع عن ضيف وفم مجازون وفم جامعة وفم مسحة وفم كنا النجمو معناها كان فما تخطيط واضح فعرض نقعد من نجرية وطوة كان على الكوبانية وطدخل في الكوبانية وها تنمية نحن نستوع بالعباد الكل ونحن نسيش صناعي في إطار التخطيط تشجع عليه الكوبانية نفسها لأنه من صلاحة يكون عندنا نسيش صناعي نبنيه عندنا بول عندنا قطب نبنيه عندنا بول عندنا قطب نبنيه هذا كله يجب بالرؤية وبالتخطيط يعني الفلاحة مورد متع رزق كبير نجمو نطلع له في الفلوغة جوتهم ونخليه الشباب لهنا نحتيوه شوية قيمة نعتيوه شوية دعم في إطار خطة شاملة بطبيعة الحال في هذي الكل بش تجير قضية الماء وقضية زادة كيف كيف الفوليوسيون يعني البيئة هذك عاداش تركيز على الصحة في قضية الماء فما زادة حلول كيفاش معناها ترشيد استهلاك الماء في الفوسفات حتى وفما يعني طرق معاصرة للغسيكلاج منتاع الماء باش ننجمو نوفروه وفما زادة كيف تحديد المياه نعرف اللي الهنا المياه توصل حتى الستة جرادو يعني الملوحة بتاعها فهذا الكل إذا كان فيما التصور شنون مهم يكون فيما التصور واضح نكونوا نحطوا العبادة لي قادرة تفهم وتتصور وتطبق وتتابع نرى كله زادة كيف منهجية أما احنا نمشيوا على الفيدا ناس وبعدها نعودوا حتى نستناول الانتخابات الكل والعبادة الكل مركزة على الانتخابات والعبادة ما هيش هدف الانتخابات هو كان ندخلوا في منطقة دولة ومنطقة تناوب دوليون كل نخدم في استمرارية ولكن كل واحد ياخذ مرحلته سيل مهدي لو تسمح سيلدي علش الحكومة الحالية ما نجمتش ترجع لعشرة مليون طن انتاج فوسفات سنوي شوف انا يظهر لي انا كنت اكسبوزي للمشكلة هذه انتفكر وقتلي جيت في اول مهمة عندي كوزير صناعة والطاقة والمناجب كان الانتاج زوز ملايين تون حطيت اهداف ان نخدم كان بالاهداف معناها قلت على قل نزيت خمسين في المئة ومبعد وقت الرئيس حكومة قلت لهم على قل معناها منزوز ملايين في ظرف عام ونص رجعوها اربع ملايين والحمد لله ما كناش بععد على الهدف هذا ولكن نوعي في نفس الوقت اللي رجوع للعشرة ملايين ولا ثمانية ملايين وستمئة اللي كنا نعمل فيهم في عشرة بشي ولي صعيب لانو علاش وتحبلو خدمة موش متاع وعود آنية تحبلو خدمة بصحيحة تنقية المجال الاجتماعي المناخ الاجتماعي هذا مهم ولكن تغطيت لانو علاش تشوف انت الكوبانية في العوام الاخرى حتى في الانتدابات في اللي كادغوا واحد ما ما صارش برشة انتدابات وكيف تعطل وسيلة انتاج راهو ما كيف ترجع بسهولة نعطيك حتى في نقل الفصفات بركة يعني الترينوات ولا في حالة سلمهدي في النقطة هذية تنقية المناخ الاجتماعي لخدمة علي برشة حكومات بديتوها انتومها خدمتو الحكومات المتعاقبة وصولا الى حكومة الوحدة الوطنية اللي الان لم ينقى فعليا وعمليا المناخ الاجتماعي اليوم سلمهدي بش نعطيك في مدينة لمذيلا مثلا اصبحت القصص الطريفة تتحكي في مدينة لمذيلا لانه شخص ينجم يتخاسم هو زوجته في الدار ينجم يحبس نشاط متاع اقليم كامل اللي هو اصبح يتذيل قائمة الاقاليم اللي فيهم واحد برك براتيك ما باقي معتها ينتج فاردايف يتم انتاج استوكاج من غير تصدير وين المشكلة؟ عليش اللي بديتوها انتومها مثلا اذا كان لاقا ولو نجاح نسبي راهوا اليوم استمر معتها اليوم شركة تحكي وتنبه الى الموارد المالية متاحها الى توازناتها المالية راني مهدى راني على شفال افلاس شوف احنا كنا واعين اللي فهمها مشاكل حقيقية العباد بش توصل تعمل هكا ولكن هذا ما يمنعش معناه يلزم وسيلة الانتاج لانه اذا كان بش تلحقنا شوية منفعة لتونس وقل للجهة يلزم الانتاج يتقدم كل الانتاج يوخر احنا خاصرين كل فكانت واضح احنا الخطة متاعنا بالحق معناها كنا هابتين على الميدان وكانت معناها كثير من حوارات نحبوا نحلوا المشاكل ولكن بنفس الوقت نبهوا كونه ما فهماش حتى حل هذا بش تجي تعتصم للاعتصاب بش تعطل معناها مصالح عائلات ومصالح جيهة كاملة ما هو شي معقول وما حبيناش نستعملوا القوة استعملنا بلوس الصرامة اكثر من القوة والعباد راهوا كيتفسر لهم اما شنو كيتعطيهم موهود يجب تمشي معاها هي شنين الاشكالية الكل معناها السهولة في اعطاء الوعود اما من بعد الوعود هي المشكلة في البلاد الكل هي هذه واناها جينا قال لي باش خمسة مات تلف موطن شغل ومليارات باش تتصبع حتى تشوف انت تناخدوا حتى على اسناء في نفس الفترة عام ناو تذكروا صار مؤتمر الاستثمار والكلنا دعمنا ومشينا ودعمنا عن اهد دولة والحكومة والكل على مسترم الاستثمار وصارت انا في دانانس كبير فرحت به التوانسة الكل على اساس بشي جينا خمسة وثلاثين مليار وحتى صارت الدكلاراسيون قال لي السماس تخلول يعني السوداسية الاولى بش يدخلنا خمسة عشر ناف مليار نجي ونعملوا اخر العام شنو نعملوا نقاوروا احنا بلاكليستي نقاوروا احنا الدينار نهاربع عشرين في المياه فكفى وعودا بالله ما عاش اخوذوا العباد معناها رأوا والله ما فماشي انا توا كفى وعودا سلمهد يا ذي لسكنت توجه الاحبار الحكومة للحكومة لا لا بانشير بانشير لكل اللي قعد يوعد كل ستة شهور يقول لك توفا بيان واش نعملوا جنة ومن بعد ان يلوموا عليها قالوا لي ما عملت برشا كوميونيكاسين قلت له من اخترت اخترت منهج نعرفه مواشي سياسيا هو اللي تسوق له اكثر ما نبدأ في حاجة ونعلن عليها الا على قلب ديت فيها وعندي بوادر امتع نجاح هما امشي كل ستة شهور اللي باش نعملوا الاستثمار و باش نعملوا النمو و باش نحيو البطالة وبعد ستة شهور تعشان نطور مراه واسمع فهم المصيبة ولمور سعببا اي هات نعاودوا هات نجيبوا وكيب واخراتا ونعاودوا لا سلمهدي معناش برشا وقت الله غالب معاك على خطر الالتزاماتك الكوميونيكاسيونة اللي انتجبتها ما تلاحظش باللي حزب البديل حاول انه في المدة اللي فاتت الكل يكون صحابه النس كل حاول انه ما يردش على حتى على شيء انت في شخصك ولا الحزب تعرضي لحملات سواء كان حملات تشكيك سياسية ولا غيرها ما كانش فما رد مواقفكم من السلطة ولا من المعارضة كيف كيف كانت حسين الحزب في المدة اللي فاتت ترانسبران مرناش مواقف سياسية واضحة وقتاش اي هل ترى هالي استراتيجي وإلا تكتيك ووقتاش سلمهدي باش نشوف الحزب يخوذ معارك سياسية حقيقية على الميدان اشوف احنا داخلين هقتلك بمنهجية بناء ماناشي متسرعين بالكل وماناشي خصم اخر داخل في الخصومة اللي ولات سقيفة سقيفة عربي وكما نعرفوها في صغرنا وكل واحد داخل لا نحبو نبنيو بالحق ونحبو حتى كيف مش ننتقدو ننتقدو سياسات ونحبو نش نطفق في خصام اشخاص وانا هدايا موقفي حتى برشة هجمات وكذب واحد وكل مردو شعلي لانو كانت نساق في هذا كما كيف تجيب حتى شيء بالحق نيتنا نبنيو اليوم ما بش ترد على سبان وش ينفع المواطن التونسي في بالك بش يجيب له حاجة هات نبنيو ونحبو نفتحو ارواحنا معناها لكل احزاب يا ناس بجاه ربي راه وعننا مشاكل مشتركة وعننا مصير مواحد نختلفوا في مقارباتنا اما من ضيعوشي الطاقة متاع التونسي ومتاع توانسا ووقتهم راهوا تضيع الوقت اكبر مصيبة قاعدين نعملوا فيه نضيعو في الوقت كان قمنا بالاصلاحات منذ ثلاثة سنين يعني التصور متاعي واضح عنا ثلاثة سنين خدمة متاع اصلاحات وعنا عشريتين متاع نومو ضيعنا هذو ما توا تحبنا الدوبل بش نبش نرجعوه فهذه المقاربة مثال شوية تحامل احنا داخلين للسياسة عارفنا رو السياسة ما يشي قراتي فيهم فعنا بالنسبة لي واحد شي يعمل فيه وعارفنا فيها برشاوسخ وشفتهم انا وشفتهم انا وشفتهم انا نقرأوا بش نعملو عنا مسؤولي عطونا ان كابيتال قاعدين ناكلوا فيه وقاعدين نتكلموا 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 هم الطاحيات اللي قدموها اكثر من احنا جوا في ظروف اصعب منا وقدروا يبنيو اذا كان احنا ما نشف نتحملو ما نشف نعفسو على رواحنا وما ناشي بش نمشيو للصحيح بش نعودو نبنيو نوصول ما نحافظو على الكابيتال ما نحضروا لولادنا مستقبل خير ملي عنا لانه نشحت البلاد هذية بالديناميكية هذية نسيش بلي بش يكون نسيش اجتماعي مبني على الطبق المتوسطى وهنا نرجعلك على البوزيسيونمون تاع الحزب الحزب هدايا نابع من واقعه احنا اكثر دي مؤسسين تاع الحزب ولاد المصعد الاجتماعي ما هبطناشي بمغرفة متع ذهب ولا مغرفة متع فضة الكلنا بالدريع وبالفكر تاكوردو ونحبو نبنيو شنو معناه المصعد الاجتماعي يجب يكون الدور الاجتماعي تاع الدوري يجب يكون ولكن يجب نحر المبادرة من اجل خلق الثروة ولكن الدولة عندها الواجب الاستراتيجي التوجهات الكبرى متع البلاد تحطها في كادر واجب اعطاء الفرص بش خلق من الابداع وخلق الثروة وكل وعندها واجب التحديلي الواجب يلزم كل انسان كيما احنا توفرت لنا الفرصة بش ندخلوا المكاتب بش ندواوا بش يعطيونا دي بورس بش نسافروا بش نعملوا هداك اواجب الدولة فمستنبط من واقع متعنا وانتي تشوف يعني التوجه العام حتى على المستوى العالمي هذا من الاقصى اليسار هذا من الاقصى اليمين قاعد يذوب اليوم اشنو اواقع البلاد وكيفاش نجمو نبنيو احنا بش نبنيو بالحق على واقع البلاد كيفاش البلاد هذه يزداد الدخل متاحها الكل ولكن في نفس الوقت كيفاش يكون فما عنها توازن رأيكم شفتوا كنا قبل نعملوا في ربع وخمسة مياه فما من الواحد كيف فما خلل جهوي مشات كان اي خلل خلل جهوي خلل متاع الاجيال ما بين الاجيال خلل اجتماعي ما هو رابع حتى واحد اليوم انا كان نحبه نقدمه يلزم الديناميك ترجع ويلزم الرجل الطبقة الوسطة هيري تشبت طيب سلمهدي المغراء مش قاعدين نهريوا في الطبقة سلمهدي نتفق مع الكرونيو كورمتاعنا اليوم حسين نحاورو في ضيف مميز شوية ماهوش سياسي بامتياز وماهوش زادة انسان تقني معتها بحث بيش نبعد على كلمة تكنوكرات دونك لليوم نحاورو انسان يجمع بين هذية وهذية عنده زادة رؤى ويحلم كيمة توانسة كل ومن حق السياسيين كل انهم يحلم ولكن زادة تتكلم عمليا هذي اللي لاحظتوا سيمادي انو باللسبة لك انت عندك ديزاك سواضحين نخدموا عليهم في حزب البديل بيش نطرح عليك سؤال صريح وماهدي جمعة كان صريح وعندك اكثر من تصريح صحو في قبل وقت اللي كنت رئيس الحكومة وكنت واضح هل انو حزب البديل التونسي مستعد يقدم دراسة او مقترح متحل للحكومة هذية اذا استنجدت الحكومة بحزب البديل التونسي عاوني في الملف هذية ولا شنو اريكم في الملف هذية من بينها مثلا قضية المناجب شوف بالنسبة لي انا ماهوش خيار هذية هذا واجب انا اتحملت اتقلت مسئولية في الدولة وراجل الدولة يحط روح وراه على دمت الدولة مهما كانت الاشخاص وهذية كنا وعين به احنا قبل ما نخرجو كانت تذكروش الحكومة الوحيدة اللي حضرت ملف تسليم ملف تسليم خدموا عليه ليل وسباح الوزراء والادارة لانو وعين اللي احنا داخلين على فترة محدودة ولكن انا داير قالوا لي اعلى اشتاهم في هذية انا شكون قال لي يا اخي ناوي مش تقعد قلت له لا احنا ما نشقاعدين لما الدولة مستمرة فهذا واجبنا وخلقنا اليوم اليوم اعنا لكل امكانياتنا تكون مصخرة على على دمت الدولة هذا ما فيماشي خيار شو كما نمشوش في المنطق هذا انا والله العظيم صدقني المذابية علش ما نحبش ندخل في الاشخاص والله هات امشي في الطريق الصحيح وتونعونك اكشفت اناها صامت على قداش من دغيفو على قداش من واحد نقول اللي قاعد يسوق هات ما نضربوش عليه فما حدود كيف تشوف الامور كيف اليوم يعني شنو معناه ديناري تحبع بعشرين ودلائسين في المئة شنو معناه انو قالوا على البلاك ليست ما هوش هذي المقامة اللي نشوف فيها تونس وما هيش هذي امكانياتنا قادرين مش نعمله اكثر اما يهديكم شوية شجعة وليتقولوه اعملوه ما تقولوه برشة وعملو برشة مش خليك دقيقة حسين مش نرجعلك ولكن سؤال ايضا اخر سريح هل انو حزب البديل التونسي ربما شوفوه موجود في الحكوم الليوم موش مطروحنا في طور البناء احنا موش مطروح بالكل يعني في طور البناء هاتنا شوية بشوية يعني ما نتسرعوش ما نتسرعوش لابد الكل حتى كي يجب دولي على الحزب يقولوا لي انتخابات هذه الانتخابات رهي مرحلة حتى في بناء الديمقراطية في بناء دولة التركيز موش هدف رهون انتخابات هوا ركزنا عن انتخابات وشن تنتيجه اذا كان انتخابات ترده هدف اللي بش تجيبوا للبلاد هذية فبش شوية الترايف انا يهمني اليوم لا لا بش نجاوبك حتى مزلنا قاعدين ننتشروا احنا ونحبوا ناخدوا راحتنا انا اليوم اللي يهمني اشكون اللي غلاء اللي بش نعملهم هنا في قفصة اعبادي حبوهم اهليهم وقدرين يجيبوا اضافة لأهليهم كان الباندي السياسي اللي بش نعملو بش يبدأ نفرط على طول على طول صوتو لا حاشنا بعبا هذك البني هذك اللي بش خلينا غضوة النجم المارس والحكم بنجاح مش اربح الانتخابات ودخل الحكم مش نوع هو تي كي ماشي بش تتفرش في فرشة ترى هي مسؤولية كبيرة خبرا لما تتحملها اتعبا نحب انا الولاد اللي يدخلوا للحزب والنساء اللي يدخلوا للحزب الكل نحبهم معبين معبين وقدرين بش يجيبوا الاضافة وغضوك يرجعوا لأهليهم يبدوا فرحانين بهم مش كما يبدوا يجيبوا تشوف معنا بعض ساعات وعندنا على تتبع فيه انتلقنا من العمق الاجتماعي حسن بش خليلك هو نكملوا بسؤال ونحب وعد معنطي المهدي جمعة الوعد نحب المرة جاية وقت اللي تزورنا في قفصة تكون زيارتك لإذاعتنا في مدى أطول والسؤال في خص المؤتمر الانتخابي وقتاش نشوفه المؤتمر الانتخابي لحزب البديل ساعة قبل يكون شايفة الزيارة أنا حريص في كل منطقة نمشي مش كان في قفصة ما نحبش زادا في كل منطقة نمشي لأن نمشي الإذاعات الجهوية لأنني بالحق نعرف الإمكانيات ما هي شي كبيرة ولكن قايمين مجهود وإذا كان نحب ونوصلوا المعلومة في الجهتين راه إذا كان صاحب القرار قاعد في قهاوي بتاع البونديو نور يعني في السياسة راحكي فارغة أنتم همزوا توصل ما بين الزوز وتوصلوا زادا كيف كيف المعلومة يعني ملتصقين بواقعكم فهذا أنا طارح على نفسي كفرطة وذلك عليش جيتكم اليوم بالرغم لي معناها وقت قبل من جي ما كانتش في الحسبان هذا غير ما تطلبوه مني أنا فارضوا على نفسي شي مهم أحكاية المؤتمر أحنا كيف كيف عليش قلت لبش ناخد وقتنا نحب ونبني مؤسسات نحب ونعتبروا من التجارب السابقة اللي بالحق حتى كان الحزب تبناء على رمزية شخص في الأخر حزب ناجح هو حزب حامل المحتوى حامل الرؤية عنده القيادية وعنده الاستمرارية والاستمرارية ما تنجم الدوم إلا مؤسسات مؤسسات لصاحبي ولصاحبك أنا ما نعرف هاش هدية وعمري ما تعمل بها المحسوبية ومن المشاكل منتع البلاد اليوم بعد ما في بنا تخلصنا بعد انتخابات 2014 من المحسوبية رجعنا المحسوبية فأنا موافقك يجب أن تكون مؤسسات ولكن بنية على صحيح ما تسرع لأبني القاعدة أعمل الفوندسيون وحط حجر صحيح ما جاوبت نيجسل ما لا إن شاء الله منها والأخر 2018 لو هدايا في المخطط متعنا آخر 2018 نكون وإن شاء الله قمنا بالبخوسيسيوس كامل هذا المخطط ممكن نسرعوا فيه ممكن نتعطلوا لكن هذه النية وهذا المتفق عليهم مع كوادر الحزب الكل فرحنا بك بارشا سيد مهدي جمع رئيس حزب البديل التونسي وإن شاء الله نسمعوك في برامج إذا عد صوت ما ناش مفغلوا من البرامج هذه استضافة ومصافحة أولى بطبيعة الحال وإن شاء الله أبناء حزب البديل التونسي اللي بيشكونوا موجودين في مكتب قافصة والمكاتب المحلية يكونوا زادة حاضرين في الديباء بوليتيك بينسور لي أنه السياسي كما قلت معتها بش ينطلق من العمق وهذا الأساس اللي بديتوا فيه في تركيز الحزب أنه ناس من المجتمعات صغيرة متاحهم من القرى متاحهم والمدن والبلدات بتي جاء بطبيعة الحال المركزية متاع الحزب حزب ماهوش فرق هو الحزب الذي يمتلك رؤية شاملة كلام سلمهدي الجمعة بيشتغوه في هاشتاغ ميكرومينت نجمو تبرتجوكم نزيد خلونا عليه كل تفاعلاتكم شكرا لك كرونيكورنا حسن شكرا مرسي بيان زمينة فرس اللي كان معنا كوتاي تيكنيك في لامان شكرا شكرا